بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار ولما جاء في الكتاب الكريم والسنة المطهرة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الذي أمرنا باتباعه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والسنة مبينة وشارحة للقرآن الكريم ومفصلة لما أجمل فيه فالله عز وجل أمرنا بأوامر في القرآن وجاءت السنة شارحة ومفصلة ومبينة لها ولا يمكن أن نستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الوحي الثاني وهي الشارحة والمبينة لما أجمل في كتاب الله عز وجل فالله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وهذه أركان الإسلام مع التوحيد ولكن تفصيل هذه الأركان إنما جاء في السنة المطهرة فإقامة الصلاة الصلوات الخمس بأركانها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وتسبيحاتها وتحميداتها وتشهداتها كلها جاءت مبينة في السنة المطهرة وكذلك أنصبة الزكاة وكذلك ما يفسد الصوم وغيرها ومناسك الحج ومناسك العمرة كلها مبينة وموضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نستغني بالقرآن الكريم عن السنة المطهرة والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وهو الذي أمرنا باتباعه والاقتداء بسنته والأخذ بهديه وأنه هو الدال على الله عز وجل وعلى طريق الجنة فليس هناك طريق يوصل إلى جنة الله عز وجل والفوز برضوانه والنجاة من نيرانه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي بين لنا البيان الشافي الكافي وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما ذكره الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية إنما هو بيانٌ لما في القرآن الكريم وما في السنة المطهرة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال ومحاسنها التي هي من سمات هذا الدين ومن صفات المسلمين والمؤمنين ومن صفات أهل السنة والجماعة خصوصا الذين هم أخذوا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسَّوا به وجعلوه هو قدوتهم وهو أسوتهم فصلوات الله وسلامه عليه ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ختام هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية التي بيَّنت وسطية أهل السنة والجماعة وأنهم على الحق وعلى الصراط المستقيم وأن هذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها وأوسطها وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً فهذه الأمة شاهدةٌ على جميع الأمم ورسولها صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين هو شاهدٌ على هذه الأمة فنشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين وأنه بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ولم يُفارِق هذه الدنيا إلا وقد أكمل الله لنا به الدين وأتمَّ علينا به النعمة فصلوات الله وسلامه عليه ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام في هذه العقيدة المباركة التي ختمها بهذا الكلام الجميل في بيان منهج وسمات أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضا وشبَّك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الحديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحب الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا ختام رسالة شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العقيدة الواسطية وكلامه رحمه الله واضح في بيان منهج أهل السنة والجماعة فهذه الصفات وهذه الأخلاق التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كلها مما جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مما أمر الله تعالى به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه فهي صفات كل مسلم يجب أن يتصف بها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة فهو من أهل الإسلام وهو الذي يجب عليه بل ينبغي عليه أن يتصف بهذه الصفات من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي دعا إليها الإسلام وبينتها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهي ظاهرة واضحة في أهل السنة لأنهم يأخذون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بمكارم الأخلاق هي أطيب وأفضل الأخلاق من الكرم والشجاعة والتحمل وحسن الجوار والإحسان إلى القريب والبعيد لا سيما بر الوالدين والإحسان إلى اليتامى والمساكين وصلة الأرحام والإحسان إلى الضعفة والمحتاجين والإحسان إلى الخدم والعاملين فهذا مما سنبينه بإذن الله عز وجل لأن بعض المسلمين يعتقد أن الإسلام هو الشعائر التعبدية فإذا صلى وصام وحج وزكى أن هذه هو الإسلام كله الإسلام دين المعاملة دين الأخلاق الفاضلة الله عز وجل أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويقتدي بما كان عليه الأنبياء والمرسلون من قبله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أوذي قال قد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر فهو يقتدي بهم والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فهذه الأخلاق الفاضلة ومحاسن الأعمال مما حث عليها الإسلام ومما رغب فيها فكل عمل يقوم به المسلم ينبغي له أن يقدم فيه النية الصالحة وأن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل ليثاب عليه لأن الأصل في الأعمال أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالإسلام جعل هذا الحديث بعض العلماء جعله ربع الإسلام وبعضهم جعله ثلث الإسلام إنما الأعمال بالنيات فينبغي لكل مسلم أن يكون مقدما للنية الصالحة يبتغي بذلك وجه الله عز وجل الله عز وجل قال في الإنفاق وفي الصدقات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فالبذل والصدقة والإحسان للقريب والبعيد يبتغي بها العبد وجه الله عز وجل وثوابه وما أعد الله عز وجل للمحسنين من الأجر العظيم في الآخرة ولا يستعجل العبد ثوابه في الدنيا فإنما عند الله خير وأبقى وما ادخر الله عز وجل لعباده الصالحين من الجزاء العظيم أفضل مما يستعجلون به في الحياة الدنيا فالله عز وجل قد ادخر لهم الثواب والأجر العظيم لأعمالهم الصالحة وفي مقدمتها بعد التوحيد وأركان الإسلام الأعمال الطيبة المباركة من الصدقات ولذلك سيأتينا الحديث أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا وأفضلهم إيمانا هم أحسن الناس خلقا وقد كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة من الإحسان إلى القريب والبعيد والإعوصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والعطف على الأيتام والمساكين والفقراء ومن البذل والصدقة والإحسان كل هذه الأمور لا يضيعها الله عز وجل للعبد بل هي مسجلة ومقيدة في صحائف أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة من الأعمال الصالحة سيجدها العبد في صحيفته يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام لا يحقر أحدكم شيئا من الخير ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة إذا أعطيت الفقير تمرا أو مالا أو شيئا مما أعفاء الله تعالى به عليك فهذا مما يوجب لك الدخول في الجنة والنجاة من النار اتقوا النار ولو بشق تمرة فأحسن الناس خلقا هم أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هؤلاء هم أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذا من أفضل الأعمال وأعلاها وأجلها أن تكون من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم أقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة فصلاتك لك وصيامك لك وحجك لك لكن إحسانك يتعدى لإخوانك المسلمين صدقاتك كلماتك الطيبة كل تعليمك للجاهل نصحك للغافل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أصلحك بين الناس بين إخوانك المسلمين كل هذه من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى إخوانك المسلمين وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله كما جاء في الحديث الناس عيال الله عز وجل أنفع الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله أفضل الناس خير الناس لخلق الله عز وجل إحساناً وصدقةً وبرّاً النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى الجار قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أن الجار سيرث من جاره هذه المعاني وقع ابنه ثمانية عشر عاماً أو بنته فإنه ليس مسؤولاً عنها تجد التفكك الأسري والتفكك بين المجتمع لأنه لا يجمعهم دين ولا يجمعهم إحسان ولذلك تجد عندهم الجمعيات حقوق الإنسان والرفق بالحيوان والرفق بالمرأة والرفق بعيد الأم وعيد الأب كل هذه الأشياء الإسلام يشمل هذه المعاني كلها من الرفق بالجار والرفق بالإنسان والإحسان إلى المرأة والنساء شقائق الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته يعني السكين وليرح ذبيحته الإسلام تعد الإحسان من الإنسان إلى الحيوان إلى النبات إلى الطير وامرأة دخلت الجنة وهي امرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة بإحسانها إلى كلب وجدته يلهث من العطش فنزلت في البعر وجعلت في إنائها شيئا من الماء ثم صعدت به إلى الكلب وسقته فشكر الله لها وهي بغي زانية لكن الله عز وجل يحب الإحسان إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين فالإحسان من أفضل الأعمال التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب ويروى أن رجلاً وجد شجرةً في طريق الناس تؤذيهم فقطع ذلك الغصن الذي يؤذي المارة فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة بإزالة الأذى عن الطريق الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل الإسلام شعب كثيرة نذكر هذا لأن بعض المسلمين يعتقد أنه إذا صلى وصام وقام بشعائر التعبدية أن ذلك يكفي فيؤذي جيرانه ويؤذي المارة ويغتاب المسلمين وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت كثيرة الصلاة كثيرة الصيام لكنها تؤذي جيرانها قال عليه الصلاة والسلام هي في النار هي في النار لأنها تؤذي جيرانها لم تنهها صلاتها ولا صيامها عن أذية جيرانها قال هي في النار فهذا مما يخيف المسلم بأنه يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن لا يؤذي إخوانه المسلمين فما بالك بمن يقاتل المسلمين بمن يفجر في المسلمين بمن يعتدي عليهم في المساجد أو في المجامعهم أو في غيرها ويعتقد أن ذلك من الجهاد أو ذلك من القربة إلى الله ليس هذا من الإسلام في شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا إلى الكفار فإنه يقول لا تنزلوا بساحتهم حتى تنذروهم بثلاث تدعوهم إلى الإسلام فإن لم يجيبوا تدعوهم إلى أداء الجزية فإن لم يجيبوا فالقتال وقال عليه الصلاة والسلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا ولا تؤذوا الذين في الديرة التي هي معابد النصارى ومعابد اليهود هذا هو الإسلام دين الرحمة دين العطف دين الخير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الإسلام دين الرحمة ليس دين العنف ولا دين الإرهاب ولا دين الأذى ولا دين أذية الناس الإسلام رحمة للعباد وللحيوانات وللنباتات ولكل شيء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بعثت بالحنيفية السمعة فالشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة يبين أخلاق المسلمين ويبين ما كان عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة ومن من جاء بعدهم ليقتدي بهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هو ما دون في كتب الحديث وكتب السنة التي هي الوحي الثاني كالصحيحين البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن الكريم تلقتهما الأمة جميعا بالقبول وأخذوا منهما الأحكام وأخذوا منهما العبادات وأخذوا منهما كل ما يتعلق بالبيوع وكل ما يتعلق بأحكام المعاملات والعبادات كلها في السنة المطهرة في الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد والموطآت كل ما ألفه علماء الإسلام وجمعوا فيه هذه الأحاديث هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسلام يدعو إلى حسن الخلق يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا حسن أحسنهم أخلاقا وما هو حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل الندى بذل المعروف الكرم الجود الإحسان إلى القريب وإلى البعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الإحسان وعلى الصدقة وعلى البر لا سيما الوالدان ولا سيما الأرحام والأقارب هؤلاء هم عولى الناس بإحسانك يعني بعض الناس تجده يحسن إلى أصدقائه وإلى البعيدين وينسى أقاربه وأرحامه هم أولى بالإحسان لأن الإحسان إليهم يتضمن فضيلتين أولا أنها صلة رحم أنها من الصلة وثانيا أنها من الصدقة فأجرها مضاعف الإحسان إلى القريب درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على أهلك على زوجتك وعلى أولادك أفضل من الدرهم الذي تنفقه في سبيل الله لأن هؤلاء الذين في بيتك وأقاربك أنت مسؤول عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والمرأة راع في مال سيده ومسؤول عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من الإحسان إليهم بذل النصح التعليم معرفة عقيدة الإسلام معرفة الصلاة والصيام والحج وأركان الدين كل هذه حق على المسلم أن يعلم عليها أبناءه وزوجاته وبناته وأقاربه هذا من الإحسان فهو من بذل الندى ليس فقط هو بذل المال بذل الندى بذل المال وبذل الإحسان والكلمات الطيبة وكف الأذى وطلاقة الوجه المسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده بعض المسلمين هداهم الله لا يرتاح في المجالس حتى يقع ويغتاب في إخوانه المسلمين يقع في أعراضهم في سبهم في نقل الكلام على جهة الإفساد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره قال بعض الصحابة أرأيت إن كان في أخي ما أقول قلت هو بخيل وهو بخيل قال إن كنت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته والغيبة من كبائر الذنوب وإن لم يكن فيه فقد بهته يعني أصبته بالبهتان والظلم وافتريت عليه وكذبت عليه والبهتان أعظم من الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فالغيبة من كبائر الذنوب وبعض المسلمين ليس له حاجة وليس له ديدا ديدنه في المجالس أن يغتاب إخوانه فيسب هذا ويذكر ما في بيت ذاك ويتكلم في عرض أخيه المسلم ويغتاب هذا ويسب هذا ويلمز هذا ليس هذا من الإسلام في شيء بل كل هذه الكلمات التي تقولها هي إما حسنات تهديها إلى هذا الذي أنت تكلمت في حقه أو أنها سيئات تأخذ ثم تحمل عليك لأنك قد تكلمت في عرض هؤلاء فلا يجوز للمسلمين من الأذى أن يقع في أعراض إخوانه المسلمين سباً وهتكاً ولمزاً وغيبةً ونميمة كل هذه من الأعمال التي نهى عنها الإسلام وأمر باجتنابها بل المسلم هو الذي يقول خيراً وينمي خيراً وكلماته كلها خير فيصلح بين الناس ويقول الكلام الطيب الكلمة الطيبة صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طليب بوجه بشوش بنيتك الصالحة تلك صدقة لا تعبس في وجه أخيك المسلم بل تبتسم في وجهه فتلك من الصدقة ومما يؤلف بين القلوب إذا دخل عليك أخاك المسلم فإنك تفسح له في المجلس وتناديه بأحب الأسماء إليه وتبتسم في وجهه فهذا هو خلق الإسلام إنما المؤمنون إخوة أخوة الدين هي التي تدلك على هذه الأخلاق الفاضلة من الإحسان إلى أخوانك المسلمين فحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه منها إكرام الضيف الإحسان إلى الأقارب فبذل الندى هو الكرم وهذا ليس خاصا بالمال بل بالمال والجاه والنفس فإذا الله عز وجل مكنك وجعل لك منزلة ومكانة ووظيفة عالية وجاها فلا تبخل بجاهك بأن تحسن إلى إخوانك وتنفعهم وتعينهم على ما يحتاجون إليه فهذا البخيل بجاهه أيضا هو من البخل والكريم بجاهه هو من الكرم فلذلك ليس البخل خاصا بالمال بل حتى بالجاه أيضا من أخلاق أهل السنة والجماعة ومن أخلاق الإسلام أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وصل الأقارب ممن تجب صلتهم ليس الواصل بالمكافئ الواصل هو الذي إذا قطعته رحمه وصلها وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى أرحامه وأقاربه قال لي قرابة يا رسول الله أحسنوا إليهم ويسيئون إلي أتقرب إليهم بالهدايا وبالمال وبالصلة وهم يقابلون ذلك بالإساءة قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل والمل هو التراب أو الرماد الحار كأنما تجعل في أفواههم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ناصر ما دمت على ذلك فالواصل ليس بالمكافئ الذي إذا وصلته وأقاربه رد عليهم صلتهم ووصلهم وأهدى لهم ليس الواصل الذي إذا أهدى له وأقاربه وصلوه يصلهم لا الواصل هو الذي إذا قطعته رحمه وصلها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتهادي تهادوا تحابوا فالإحسان إلى الأقارب هو من أفضل ومن أحسن الأعمال وقد توعد الله عز وجل قاطع الرحم وهو من أشد الناس عقوبة وأشد الناس عذابا لأن الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وإن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم عند الله عز وجل وتعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة الرحم تعلقت بعرش الرحمن وتعوذت بالله من القطيعة هذا مقام العائذ بك يا الله من القطيعة فقال الله عز وجل أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك ولا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم فهو من الكبير قطع الأرحام تجد بعض الأرحام بعض الأقارب بعض الإخوان بعض بني العم يتقاطعون من أجل الدنيا من أجل قطعة أرض أو إرث أو بيت أو مال أو نساء أو أطفال أو غيرهم يتقاطعون السنين لا يكلم بعضهم بعضا ولا يزور بعضهم بعضا ولا يحضرون مناسباتهم ولا يصلونهم ولا يزورونهم فهذا من قطيعة الرحم والعياذ بالله ولا يجوز للمسلم أن يقطع رحمه حتى لو أساءوا إليك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال معك من الله ناصر ما دمت على ذلك فأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك هذه هي أخلاق الإسلام التي أمرنا بها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وأن تعطي من حرمك أي من منعك من المسلمين لا يؤدي بك ذلك أنك لا تعطيه إذا الله عز وجل من عليك بالمال ومن عليك بالخير أو من عليك بالجاه فلا تقابل الإساءة بالإساءة بل تقابل الإساءة بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن هذا كلام الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه أخلاق الإسلام التي أرشدنا الله عز وجل إليها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بالكلمة الطيبة بالصلة بالهدية فلا يجوز قطع الأرحام ولا يجوز التقاطع بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقياني ثلاثة أيام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام خير المتقاطعين الذي يبدأ أخاه بالسلام ويبدأ أخاه بالصلح ويبدأ أخاه بالهدية والخير النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطع بين المسلمين قال لا تقاطعوا ولا تدابروا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما وأفضلهما الذي يبدأ أخاه بالسلام والسلام هي تحية أهل الجنة وهي تحية الله عز وجل لعباده وهي التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام قال اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم فسلم عليهم آدم عليه السلام قال السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فهي تحية أهل الجنة تسلم على أخيك المسلم ويزول ما في نفسه وتعتذر إليه إن أسأت إليه فإنه يوم القيامة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينار قال لا المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات بصلاة وصيام وحج وصدقات وزكاة وغيرها ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واغتاب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا فيؤتى بهؤلاء الخصوم يوم القيامة يوم القيامة ما في دينار ولا درهم ولا ريال ولا دولار في حسنات وسيئات فيؤخى هؤلاء الغرماء يقفون أمامك يوم القيامة والناس بحاجة إلى الحسنة الواحدة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني كل إنسان يوم القيامة حتى الأنبياء والمرسلين كل واحد منهم يقول يوم القيامة نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الأنبياء أنفسهم كل واحد منهم يقول نفسي نفسي قد بلغت أمة الرسالة فما بالك بعامة الناس يأتي هؤلاء الغرماء أمامك فيأخذ هذا من حسن هذا تكلمت في عرضه يأخذ بقدر مظلمته هذا اغتبته يأخذ هذا من حسناتك هذا أخذت من ماله يأخذ هذا من حسناتك هذا تكلمت وسبيت والديه هذا يأخذ من مالك وهكذا فإذا فنيت حسناتك فنيت حسناتك هما يأخذون الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت على هذا الشخص ثم طرح في النار والعياذ بالله هذا هو المفلس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بصلاة وصيام ولذلك ذكرت لكم في أول الدرس أن الإسلام ليس فقط صلاة وصيام وحج وزكاة الإسلام هذه الأمور أركان الدين وأيضا تعاملك مع إخوانك المسلمين حقوق العباد قائمة على المشاحة أما حقوق الله عز وجل فهي قائمة على المسامحة الله يغفر ويتجاوز ويعفو عن عباده لكن العباد لا يتسامحون يطالبون بحقوقهم يوم القيامة فتفنى حسناتك وتفنى صلاتك وصيامك وحجك تذهب كل تلك الحسنات ثم تأخذ من سيئاتهم وتطرح عليك ثم تطرح في النار هذا هو المفلس هذا أمر خطير أيها الإخوة أن العبد يطلق لسانه في إخوانه المسلمين يفرق كلمتهم يوغض صدورهم يوقع بينهم الشحناء يوقع بينهم الفرقة يوقع بينهم البغضاء هذه ليست من سمات المسلمين المؤمنين بينهم التراحم والتواد والتقارب والتهادي والإحسان والصلة كل هذه أخلاق الإسلام التي أمرنا الله عز وجل بها وإذا احتسب العبد الأجر فإن الله عز وجل يكتب له بذلك الأجر العظيم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له كل كلمة تقولها وأنت تريد بها الخير يكتب الله لك بها حسنات ويضع عنك بها سيئات الكلمة الطيبة صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتعفو عن من ظلمك تعطي من حرمك ليس من منعك أنك تمنعه بل إذا من الله عليك بالخير فإنك تعطي إخوانك وتصلهم وتهدي إليهم وتعطيهم مما يقرب بين القلوب ويؤلف بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك والعفو من شيمي المؤمنين الصالحين ومن شيمي أهل الكرم إذا ظلمك عبد وطلب منك أن تعفو عنه في مال أو في عرض أو في نفس أو في دم فإن الله عز وجل أمر بالعفو وأن تعفو أقرب للتقوى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وإذا كان أجره على الله فإذا أجره عظيم عند الله عز وجل والعفو عند المقدرة ولا يعطي الله عز وجل العبد بالعفو إلا أن يزيده أجراً وعزاً يعطي الله عز وجل العبد بعفوه عزاً في الدنيا وثواباً وجنة في الآخرة فالعفو عن من ظلمك أي انتقص في حقك أو تكلم فيك أو اعتدى عليك أو عدم القيام بالواجب فإنك تعفو عنه وهذه من أخلاق المؤمنين لأن الظلم يدور على أمرين إما اعتداء على العبد أو جحود لحقه إما أن يعتدي عليك بأخذ مالك أو شيئاً من عرضك أو أن يجحدك فيمنعك حقك فهذا يعتبر اعتداء أو يجحدك شيئاً لك قد أو جبه الله عز وجل لك فهذا جحود فكمال الإنسان المسلم أن يعفو عن من ظلمه ولكن العفو عند المقدرة على الانتقام فأنت تعفو عن من ظلمك مع قدرتك على الانتقام منه فهذا من أفضل العفو أولاً أنت تطلب مغفرة الله عز وجل ورحمته بعفوك لأن عفوك عن من ظلمك هذا لك فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل ما ازداد العبد بعفوه عند الله عز وجل إلا عزاً عزاً في الدنيا وثواباً في الآخرة فمن عفى وأصلح فأجره على الله أيضاً لإصلاح الود بينك وبين إخوانك المسلمين لأن صاحبك إذا أساع إليك وقابلت إساعته بالإساعة فإن هذا يزيد من الإساعة ويزيد من الفرقة بينك وبين إخوانك المسلمين لكن إذا قابلت إساعته بالإحسان عاد الإحسان إليك من عفى وأصلح فأجره على الله وأن تعفو أقرب للتقوى ويقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله جاء الله عز وجل بنزغ الشيطان بعد آيات العفو والإحسان ليبين أن مقابلة الإساعة بالإساعة هي من نزغات الشيطان والشيطان لا يريد للمسلمين أن يصطلحوا ولا يريد أن يكون بينهم الود بل هو يسعى بالإفساد بين المسلمين بالوسوسة وبالاعتداء عليهم بما يفرق بينهم فإنه كما جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرشه على البحر ثم يرسل جنوده للإفساد بين المسلمين الشيطان يضع عرشه على البحر ثم يرسل جنوده الأبالسة يرسلهم على المسلمين ليفسدوا بينهم فيفسد الجار بين الجيران ويفسد بين الإخوان ويفسد بين الزوجين فيأتيه جنوده وأتباعه ومن أرسلهم فيقول هذا تركت هذا حتى هذا جار فيقول لم تفعل شيئا هذا تركته حتى سرق مال فلان قال لم تفعل شيئا فيأتيه واحد من جنوده فيقول لم أزل بذلك الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته جعلته يطلق امرأته فيأتي فيحمل تاجه ويضعه على هذا ويقول له أنت أنت يعني أنت الذي فعلت ما لم يفعله غيرك لأنه أفسد بين الرجل وزوجته كما قال بعض الإخوان بعض الناس لو وجد شيئا في طريقه في البيت بعضهم طلق زوجته من أجل عود خلال وجد عود خلال في الأرض فغضب على زوجته لماذا هذا العود جعلته ولم تكنس البيت فكلمه منها وكلمه منه ولم يمسي إلا وقد طلق زوجته والعياذ بالله عند شيء تافه حضر الشيطان بينهما فحصل السب والشتم وأخذ آخر شيء الفراق والطلاق فلم تمسي إلا عند أهلها وبقي الأطفال مساكين يتضاغون ويبكون الضحية لأن انظروا كيف أن الشيطان كرم هذا الجندي من جنوده لأنه فرق بين الرجل وزوجه ومن أعظم أعمال السحرة إفسادهم بين الزوجين فيتعلمون منهما يعني من السحرة ومن الشياطين ما يفرقون به بين المرء وزوجه أعظم ما يعمله الساحر والمفسد الذي تعلم السحر من الشياطين أن يفسد بين الرجل وزوجته فهذا والعياذ بالله من البلاء من الإفساد فالإسلام فجاءت الآيات أن الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن حتى لو زوجتك آذتك فتدفع بالتي هي أحسن لو زوجك أساء إليك فتحملي إساءته لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن غضب منها لأجل خلق فليرضى منها لخلق آخر يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه من هو الكامل الذي لا يغضب والذي كريم والذي شجاع والذي كل منا فيه عيوب لذلك الرجل يتحمل زوجته والمرأة تتحمل زوجها ولا يمكن أن يبنى البيت المسلم إلا على التراضي بين الزوجين وأن يغض كل منهما طرفه عن خطأ الآخر وأن يتحمل الزوج زوجته وتتحمل الزوجة زوجها هكذا هو الإسلام إدفع بالتي هي أحسن حتى الجار الجار وجاره أن يدفع بالتي هي أحسن يختصم الجيران من أجل مثلا نفايات أو قمامة جعلت أمام بيت أحدهما يؤدي ذلك إلى الشحناء وقد يؤدي إلى المقاطعة وقد يؤدي إلى الكلام السيء والبذيء بينهما فيسيء الجار إلى جاره من أجل أمر تافه إدفع بالتي هي أحسن هكذا يجب أن يكون شعار المؤمنين شعار المسلمين إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هكذا هو الإسلام فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم أعز دينك وانصر أولياءك اللهم احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق قلات أمورنا وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ووفقهم للأعمال الصالحة وهدهم إلى سبل السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين